أدان الاتحاد الدولي للصحفيين قراراً أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا برفض التماس تقدمت به رابطة الصحافة الأجنبية في القدس لسماح للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من أنحاء العالم بدخول غزة متذرعة بمخاوف أمنية وجدد الاتحاد في بيان أصدره أن دعوته للمحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزة لضمان التغطية المستقلة وتعقف عن تقويد حرية الصحافة معرباً عن خشيته من أن يساهم تمديد الحضر في استمرار سيطرة أجيش الإسرائيلية على تغطية الصحافة الدولية للحرب في غزة